السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تحية طيبة للجميع لطلاب الصف الثاني المتوسط راح اليوم يكون درسنا تهيئة للعداد النسبية راح نتحدث عن الجمع العداد النسبية والطرح والضرب والقسمة وكذلك القوة وكذلك مضاعف المشترك الأصال راح نبدأ بالسؤال الأول وهو أوجد ناتج ما يلي إذا كان لدينا سالب 13 زائد 4 يساوي وكان لدينا أيضا المثال الثاني 28 زائد سالب 9 يساوي وكذلك السؤال الثالث سالب 8 سالب 6 يساوي السؤال الرابع وهو 23 ناقص سالب 15 يساوي هذا بالنسبة للجمع والطرح سؤال 5 إذا كان لدينا 6 قوس مباشر قدامها أيضا سالب 14 يساوي سؤال 6 سؤال 6 إذا كان لدينا 36 قسمة سالب 4 يساوي سؤال 7 إذا كان لدينا سالب 6 وثمانين قسمة سالب 2 يساوي السؤال اللي بعد سؤال سؤال 8 سؤال 8 راح يكون خاص بالقوة إذا كان لدينا 10 أس 5 سؤال 9 إذا كان لدينا 6 قوس 3 يتبقى عندي إيجاد القاسم المشترك الأكبر أو المضاعف المشترك الأصغر طيب الآن راح نبدأ أوجد ناتج ما يلي بالنسبة للسؤال الأول عندي جمع الأعداد النسبية لعددين مختلفين في الإشارة أول شيء لازم نشوف العدد الأكبر هو 13 إشارة سالب إذا الناتج راح يكون سالب واخذ الفرق بين العددين الفرق بين العددين 9 إذا الناتج يكون سالب 9 أيضا العبارة الثانية عبارة جمع عندي عدد موجب 28 وعدد سالب 9 العدد الأكبر هو 28 إشارة موجبة إذا الناتج يكون بالموجب الفرق بين العددين يكون كم يساوي 19 سؤال ثلاثة العددين إثنين هم سالب هذه ليس الضرب هذه ليس الضرب هنا في هذه الحالة إذا كان إثنين هم سالب نجمحهم 14 وناخد إشارتهم سالب 8 تمثل خسارة سالب 6 خسارة خسارة 8 مع خسارة 6 يساوي مجموعة الخسارة سالب 14 سؤال 4 إذا كان لدينا العدد 23 وعندي في الخارج إشارة سالبة هذا يعني طرح الأعداد النسبية إذا حبينا نحولها إلى موجب نخلي هذه موجب ونجيب المعكوس الجمعي لما بداخل القوس فتتحول إلى جمع فيصير عندي 23 زائد 15 في هذه الحالة يكون الناتج كم يساوي هذا الناتج إذا تحول ثمانية وثلاثين بالنسبة لإشارة الخامسة المثال الخامس عبارة عن ضرب القوس هذا القوس يمثل الضرب إذا أشوف عدده قدامه قوس مباشر يعني ضرب 6 ضرب سالب 14 الستة إشارة موجب والـ 14 سالب مختلفين في الإشارة إذا اختلفوا في الإشارة بالنسبة لعملية الضرب يكون الناتج سالب 6 ضرب 14 يساوي 4 4 وثمانية بالنسبة لسؤال 6 يمثل القسمة كذلك قاعدة القسمة تنطبق على قاعدة الضرب بالنسبة للإشارات إذا اختلفوا الإشارات يكون سالب وإذا تشابهوا يكون سالب الـ 36 موجب الأربعة سالب مختلفين إذا يكون الناتج سالب 36 قسمة أربعة يساوي كم؟ 9 بالنسبة لسؤال 7 قسمة سالب على سالب بما أن قسمت عدد سالب على عدد سالب يكون الناتج موجب 86 قسمة 2 يساوي 43 واربعين بالنسبة لسؤال 8 10 أو 5 بالنسبة للقوة اكتب كل قوة على صورة ضرب العامل في نفسه لو قال لي اكتبهم ضرب العامل في نفسه يكون هذه معناها 10 ضرب 10 ضرب 10 ضرب 10 ضرب 10 خمس مرات بالنسبة إلى سؤال 9 أيضا كذلك 6 ضرب 6 ضرب 6 ضرب 6 ثلاث مرات لأن أس ثلاثة ننتقل إلى الفقرة الأخيرة من درس اليوم وهي المضاعف المشترك الأصغر راح ناخد مثال واحد فقط أوجد المضاعف المشترك الأصغر للعدد 12 والعدد 16 راح نشوف المضاعفات للعددين التاليين كيف نجيب المضاعف المضاعف الأول هو نفس العدد ثم نضيف إليه نفسه 12 زائد 12 يصير 24 ثم نضيف 12 إلى 24 يصير 36 ثم نضيف أيضا 12 يصير 48 ثم نضيف 60 إلى ما لا نهاية أعداد المضاعفات غير منتهية الآن نروح لل 16 أول عدد نحصل عليه يكون موجود في مجموعة الـ 12 مضاعفات العدد 12 نتوقف يكون هذا المضاعف المشترك الأصغر نبدأ بال16 نضيف على ال16 16 يصير 32 32 32 غير موجود في مجموعة 13 فنبدأ نكمل 32 نضيف عليها 16 يصير 48 الآن حصلنا على العدد 48 موجود هذا العدد في مجموعة الـ 12 هذا هو مع هذا ما يحتاج نكمل الباقي لو احتاجنا نكمل للـ 12 أو الـ 16 نكمل للين ما نحصل على أول عدد يكون متشابه في الـ 12 وفي الـ 16 إذن المضاعف المشترك الأصغر هو 48 والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر